والمصري بعد التعادل السلبي مدرب الأهلي بيتسو موسماني بعد اللقاء اتكلم في أنه إحنا ما أثرناش في المباراة بدليل أن الشناوي لم يتصدى لأي كرة ولا يوجد أي خطورة على مرمو نتكلم كمان بيتسو موسماني المتوج بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي أنه قمنا بالضغط على المنافس مبكرا من أجل التسجيل ولكن لم يحالفنا الحظ قال ما كانش يومنا واللعبة في وسط منعب المنافس وضغطنا على البنك الأهلي لكن لم نوفق في أن نسجل المنافس نجح في الخروج بالشباك نظيفة رغم كثرة فرصنا قال أنت مركز الحكم لحظة الهدف اللي سجلناه كان جيد مفوض أنه شاف اللعبة لكن رجع للفار والحكم ألغاء مفترض أن الكرة سليمة والهدف صحيح وأنا في النهاية أتمنى أن القرارات المقبلة تكون في صالحنا لا أحب كثيرا الحديث عن الحكام وتكلم بعد كده على السيطرة من البداية للنهاية لكن ده ما كانش كافي لأننا لم ننجح في تسجيل أي هدف فتكلم على الكرات العرضية ما كانتش دقيقة بالقدر الكافي وأن ده بسبب الاستعجال الناتج عن الضغط الواقع على اللاعبين نتكلم على أنه في فرص كتيرة سواء بواليا أو بدر بنون بدر بنون في رأسية كانت مفتقدة جدا للدقة كانت يعني أعتقد دي من أهم مميزاته على مستوى الطول وعلى مستوى الرأسيات فما كانتش موجهة صح قال أنه كمان أليو ديانج وحمدي فتحي كان لهم فرص لكن ضيعناها ما كانش يمنى ما ينفعش نلوم على التحكيم فقط ليه شاركت ويد سليمان عشان سجل في المباراة الماضية ومن حقه أن ياخد فرصة أساسيا لكن للأسف خرج مصابا قال إنه سأله قبل المباراة لما حس بألم لكن هو قال له أنا قادر أكمل فكمل لست قلقا طالما نخلق الكثير من الفرص هكونها الآن لو ما بنوصلش لمرمى المنافس قال إن بواليا حاول أن يسجل لكن للأسف ما سجلش ودي كرة القدم